لو عايز يا أستاذ أشرف أسأل حضرتك عن الجهود الجديدة اللي ممكن نشوف مثلا دلالاتها في زيارة كبير مستشاري جو بايدن لمصر القطر في زيارة رسمية عشان يبحث هدنة جديدة إيه بالزبط هل وصلنا للشيء هل إسرائيل هي اللي تحتاج إلى الهدنة بتتدلل وتستخدم دائما سياسة اللحظة الأخيرة أنه يعني العالم اللي ضغط عليها بقى وغزبا عنها رغم أنها قوية وقادرة ومنتصرة بعد فشل طبعا عسكري واستخباراتي وسياسي على كل المستويات تشهد به الشعوب نفسها وعلى رأسها الشعب الإسرائيلي شوف يا أستاذ يا أعتقد إحنا لما نتكلم عن الأنبياء ونحن كبشر في مفرقة مش كده أي الأنبياء نفسهم سلموا من نوعيات دي أبدا مش كده وبالتالي مسألة الهدنة أن تتكرر تاني كخديعة أو كخدعة ده لا يمكن هيحصل بعد قراءة ما جرى في الهدنة الأولى خلاص تمام وبالتالي ده يكون في مقابل وقف دائم لقتل واغتيال المدنيين بعد تعريض الحكومة الإسرائيلية أي وخلينا أقول لك زي ما احنا شايفين المقاومة محققة انتصارات عسكرية غير عادية على فكرة الغير معلن شيء خيالي جدا حضرتك إزاي؟ طب هل حضرتك شايف أنه التحضير للانتخابات التمهيدية في أمريكا دلوقتي انتخابات الرئاسية التمهيدية هل تأثر بشكل كبير بما يحدث في غزة؟ تسمح لأقول نبوءة تفضل مش توقع تفضل جو بايدن لن يأتي طبعا طبعا بن يمين نتنياهو هي نهايته وآخر فترة ولاية ليه طبعا معي حضرتك لهذا القدح الجال على الأرض أي تمام وبالتالي الكل يتجمل لشخصه معي حركة إزاي؟ أي فان إن عشان فرض مدلل بكل أسف ينبطح ليه الغرب سواء الأمريكان سواء الأوروبيين الكل سيدفع التمن لا محالة يعني لما تجيلي النهاردة تحديدا أمريكا بتبعت شحنة أسكرية عبارة عن F-15 و F-35 وأبتش ده استهبار فهؤلاء يتجملوا بكل أسف وبالتالي يجذبون وبالتالي كتبوا في نهاية نهايتهم السياسية المؤلمة طبعا أخيرا نيفاندم عايز أسأل سعادتك عن أقويل كثيرة عايز أرجع تاني لمحور صلاح الدين أو في لادلفيا بين قصين ما أهمية هذا المحور لمصر استراتيجيا ولا إسرائيل وليه مصر حطته خط أحمر زي ما حطت قبل كده خطوط حمراء ولم يجرؤ أحد على الاقتراب منه زي ما قلت لسعادتك في البداية إحنا حدودنا الشمالية فلسطين عموما هي الأمد القومي لمصر خلاص كده وإحنا زي ما قلت لسعادتك إن كانت حدودنا تتلامس حدود التركية من قبل كل ده نفوذ مصري خلاص ومن هنا بالتالي ده خط أحمر وإسود وناري إلى آخره سواء إسرائيل أو غير إسرائيل كسائر بقية الحدود طبعا شرقا ووربا ووربا إذا كان أمريكا بتقولك اللي بيحصل في العرق ده وفي اليمن ده أمن قومي الأمريكا يعني تخيل حضرتك يعني ده شر البالية ما يضحك يعني بكل أسف يعني إنما على الأمريكان في ظل ما هو يجري على الأرض الاستفادة من دروسهم في فيتنام الاستفادة من دروسهم القصية والمؤلمة جدا في أفغانستان الاستفادة من حصل في العراق وما يجري الآن أي أمريكا وأتبعها يتجملون في اللحظة الحالية يعني محاولة تصحيح ما تم تجاههم خلال العقود الماضية بكل أسف إنما كلما خطوا للأمام هم يتوحلون ويقوصوا في الوحل أكثر وأكثر مع الأسف الشديد يعني تمام لكن في النهاية الكل خاسر أي ويبقى فقط إن السلام هو الملاذي الآمن لكل ما هو يدب على الأرض شجر وحجر وفوق الإنسان لكن اغتيال وقتل المدنيين بالشكل الصرخ اللي حصل ده في مصلحة مين خالص لا يمكن لا عالميا يعني إنسانيا مقبول ولا دينيا مقبول أي أن كان للدين تمام ولا قانونيا مقبول بس هو التحايل ده صحيح وبالتالي الإدارة الأمريكية أنا كامل احترام من الشعب الأمريكي لأنه هو ثائر ضد ما يجري خلاص كامل احترام من الشعب الأوروبي لأنه ثائر وغاضب مما يحدث فيه على الأرض تمام كده وبالتالي كل الأنظمة الغربية تحديدا والمؤيدة شرق أقصى إلى آخره تمام يتحملوا مسؤولية ما يجري تجاه إبادة الإنسانية على الأرض في فلسطين ترجمة نانسي قنقر